موسيقى بعد وضوح خارطة توزع القوى السياسية في مجلس النواب التونسي الجديدة التي كانت مفاجئة بدأ النقاش المبكر عن تصورات سيناريوهات تشكيل الاتلاف الحكومي الذي من المنتظر أن يشكله حزب النهضة الإسلامي الفائز ائتلاف يعتقد مراقبون أن احتمالاته ضبابية ومعقدة في ظل عدم تجانس الأحزاب ويذهب متابعون للشأن السياسي التونسي إلى أن حركة النهضة قد تكون مضطرة لتقديم تنازلات في ظل البحث عن تشكيل ائتلاف المتجانس إلا أن مسؤولين في الحزب الإسلامي يعتقدون أنه سيتم تدارس كل الخيارات الممكنة والتي لا تتعارض مع أهداف وقيم الحزب والتي قد تكون محدودة وفي ظل تدارب مصالح الحزبين الفائزين النهضة في المرتبة الأولى وقلب تونس المنافس في المرتبة الثانية لا يبدو تحالف ممكنا بينهما حسب مراقبين بالنظر إلى انحياز حزب النهضة الصريح لقيس السعيد على حساب رئيس قلب تونس نبيل القروي في الانتخابات الرئاسية وبالنسبة لآليات تشكيل الحكومة وفقا للدستور التونسي فقد شمل باب السلطة التنفيذية من الدستور ثلاثة عشر فصلا من الفصل التاسع والثمانين إلى الفصل مئة وواحد فصول تحدد ضوابط وأحكام تشكيل الحكومة وفقا للفصل التاسع والثمانين من الدستور وبعد أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب بتشكيل الحكومة خلال شهر ويجدد التكليف مرة واحدة في حال تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حال عدم الحصول على ثقة مجلس النواب يجري رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف شخصية الأقدر من أجل تشكيل الحكومة في مدة جديدة أقصها شهر وبعد أربعة أشهر على التكليف الأول إذا لم يمنح أعداء مجلس النواب الثقة للحكومة يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في فترة تتراوح بين خمسة وأربعين وتسعين يوما ويتقدم رئيس الحكومة ببرنامج حكومته وبتشكيلتها إلى مجلس النواب لنيل الثقة ويشترط لذلك حصولها على الأغلبية المطلقة وهو مئة وتسعة أصوات ويضبط الفصل الثاني وتسعون من الدستور صلاحيات رئيس الحكومة وله أن يفوض مهامه لأحد الوزراء بصفة مؤقتة في حال تعذر عليها القيم بمهامه ويختار رئيس الحكومة الوزراء باستثناء وزيري الدفاع والخارجية فيتم تعيينهما بتشاور مع رئيس الجمهورية نظرا لأن صلاحيات الدفاع والخارجية هي اختصاصات حصرية لرئيس الدولة أما عن إمكانية تشكيل المستقلين للحكومة فلم يتعرض لها الدستور وإنما أشار إلى أن تشكيلها حق للأحزاب والإتلافات الانتخابية من مستقلين وغيرهم وحسب الفصل الثامن والتسعين من الدستور تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها